مجموعة المجوهرات الجديدة وهذه التصاميم متاحة من الزهب الأصفر والزهب الأبيض والزهب الكريمي مع الماس أو بدونه ولكن أكثر ما جذب انتباه الجمهور هو تفاول جيني مع عارض الأزياء الفرنسي الوسيم لوكاس البالي وكم أن الكيمياء بينهما أكثر من رائعة وفي الوقت نفسه يوم 4 يناير أعلنت الرسوم البيانية للموسيقى في المملكة المتحدة عن أن ألبوم بورني بينك واحد من أفضل الألبومات مبيعاً لبلاك بينك في عام 2022 احتل ألبوم بورني بينك المرتبة الثامنة في أفضل 40 ألبوم تم بيعه في عام 2022 في المملكة المتحدة فشكراً للبلاك بينك الإنجليزي وتهنين بلاك بينك في الوقت نفسه أجرت إزي مقابلة مع فانتي لاختبار مدى معرفة الأعضاء ببعضهم البعض سئلت كل عدو السؤال وأجابت عليه وحاول باقي الأعضاء تخمين الإجابة وواحد من هذه الأسئلة كان للعدو يونة وسئلت عن أغنيتها المفضلة رد باقي الأعضاء أن أغنية يونة المفضلة هي بينك فينوم ولكن يونة فجأت الجميع عندما قالت إنها استي أغنية المفضلة لبلاك بينك في أخبار أخرى اليوم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى لأستاذ بنكوكا الوطني الذي سيقوم به حفلات بلاك بينك الموسيقية في تايلاندا يوم السابع والسامل من يناير وقد لاحظ المعجبين أن الأستاذ يحتوي على مكان مزايا بالتراز الملكي منما أصر شائعات بأن العائلة الملكية في تايلاندا ستحضر حفل بلاك بينك وهذا أمر مؤكد تماماً لأن بلاك بينك تحظى باحترام كبير في تايلاندا وخاصة ليس نجمة البوب الكوري التي تحمل الجنسية تايلاندية فهل أنت متحمس لمشاهدة تفاعلات العائلة الملكية مع أعضاء بلاك بينك؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعم بالإعجاب والاشتراك أيضاً في قناة وشكراً لك إلى اللقاء